شيرين عبدالوهاب تحسم خبر طلاقها بشكل نهائي وتصدم الجمهور بإثبات استغلال حسان حبيب لها وترسم ملامح المرحلة المقبلة بكل قوة ابنتها توجه رسالة مفاجئة لزوج والدتها السابق وميء العيدان تبارك لها على الطلاق انتشر في الساعات القليلة الماضية تسجيل صوتي للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب من اتصال هاتفي أجرته معها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خلال الاتصال أكدت شيرين الأخبار التي انتشرت مؤخرا عن طلاقها من الفنان حسان حبيب قائلة أنها اليوم تزداد قوة لا ضعفا وصاره ليه توم المكسب أنا عم بكبر مش وعمز بزبر أنا عم بأوة مش عم بضعف كلام شيرين أثبت المعلومات المتداولة عنها بأنها كانت تواجه مشكلات كثيرة مع حسام إذ قالت أنها دفعت الثمن لكنها تعلمت من تجربتها وهي الآن تبني نفسها من جديد لكن المفاجئ في كلام الفنانة أنها أكدت هذه المرة أنها كانت خاضعة لإرادة زوجها خلال فترة زواجهما إذ قالت أنها اليوم صارت امرأة حرة غير مستعبدة وأنها لن ترضى بأن يسيطر عليها أحد يوما ما كما أكدت أن الكلام المتداول عن لسان والد حسام والذي يفيد بأنها تنوي العودة لزوجها غير صحيح نهائيا وقالت أنها تعرف جيدا أسلوب حسام وكذلك أسلوب والدته كما انتشر مقطع فيديو لابنتها هنا وهي تغني أغنية اي هيتيو وقد أرفقت الفتاة المقطع بتعليق قالت فيه أن الكلام موجه لشخص الحرف الأول من اسمه هو حرف الحاء وهو ما يوحي بأنها كانت تقصد زوج والدتها السابق حسام حبيب الأعلامية الكويتية مي العيدان شاركت التسجيل عبر حسابها على انستغرام وقد أرفقته بتعليق قالت فيه عاشت شيرين القوية التي تكسر ولا تنكسر وإن شاء الله حسام حبيب تذكر الذهاب من دون عودة كما شاركت منشورا آخرا هاجمت فيه حسام قائلة الكتاب كان واضح عنوانه من الأول طمع وزواج مصلحة